بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث في تلك الحلقة عن قواعد عامة لاختيار الوسائل والتكنولوجيا في التعليم قواعد عامة لاختيار الوسائل والتكنولوجيا في التعليم كان المعلم قديما إذا فكر في اختيار وسيلة من بين مجموعة من الوسائل ليستخدمها لا يخضع اختياره إلى شروط أو معايير بل يربط ذلك بمدى إعجابه بالوسيلة التي اختارها والسبب في ذلك يرجع إلى النظرة البسيطة والشكلية الموجهة نحو استخدام الوسيلة التعليمية ليس من قبل المعلم في حزب بل إن الواقع التعليمي بكافة مستوياته كان ينظر إلى الوسيلة هكذا وعندما تطور هذا العلم تعمقت النظرة لاختيار واستخدام الوسائل وأصبحت هناك قواعد لاختيارها نوردها باختصار كما يلي حدد محتوى الدرس وتأكد أن الوسيلة التي ستختارها تربط أو ترتبط مادتها بالمحتوى دون أي زيادة ادرس خصائص المتعلمين ثم اختار الوسيلة الأكثر ارتباطا بهم حدد الهدف السلوكي بعناية ثم اختار الوسيلة المرتبطة به اختار طريقة التدريس المناسبة ثم اختار الوسيلة التي تخدم توظيفها تأكد من توفر الوسيلة التي اخترتها أو امكانية توفيرها ادرس الظروف والامكانيات المدرسية حين اختيارك للوسيلة التعليمية اذا اخترت وسيلة تعليمية فكن على يقين من امتلاكك لمهارة استخدامها راعي القيم والعادات والتقاليد عند اختيار الوسيلة التعليمية اذا لابد ان يتم تحديد الدرس لكي نحدد الوسيلة تحديد خصائص المتعلمين ثم تحديد الوسيلة تحديد الهدف ثم اختيار الوسيلة اختيار طريقة التدريس ثم اختيار الوسيلة تأكد من توفير الوسيلة تأكد من ان ظروف المدرسة تسمح باختيار الوسيلة اختر وسيلتك التي تمتلك مهارة استخدامها راعي القيم والعادات والتقاليد عند اختيار الوسيلة إذن لابد من تحديد محتوى الدرس وتحديد خصائص المتعلمين وتحديد الهدف السلوكي وتحديد طريقة التدريس وتحديد ما إذا كنت تستطيع استخدامها أم لا ثم حدد الوسيلة المناسبة ولا بد من مراعاة الشروط الفنية للوسائل والتكنولوجيا في التعليم على المعلم عند اختيار الوسيلة التعليمية مراعاة الجوانب الفنية التالية تتميز بالجاذبية والإثارة والتشويق البساطة والبعد عن التعقيد عدم ازدحامها بالأشكال مع عدم المبالغة في الألوان الوضوح في عناصر الصوت واللون والحركة صدقها وواقعيتها تناسق الألوان مساحة الوسيلة مناسبة لعدد التلاميذ أن تكون الكتابة المرفقة للوسيلة مقرؤة وبخط جميل الجودة والدقة والاتقان من النواحي الفنية قواعد عامة للتحضير لاستخدام الوسائل والتكنولوجيا في التعليم قبل أن تبدأ باستخدام الوسيلة التي اخترتها عليك مراعاة ما يلي ضع خطة للدرس محدداً أنشطتها ونوع الوسيلة المستخدمة لتحقيق كل من كل هدف سلوكي قم بإعداد المادة التعليمية التي ستعرض بواسطة الوسيلة بشكل جيد ووفق الشروط المناسبة ولا تعتبر إعدادك للمادة التعليمية بديلاً عن الخطة الشفافيات مثالاً تأكد من عدم استخدام معلم آخر للوسيلة التي اخترتها في نفس الوقت الذي تنوي فيه استخدامها أو وجود وسيلة ثانية من نفس النوع افحص المكان الذي ستستخدم فيه الوسيلة قبل استخدامها وتأكد من توفير الظروف الفنية المناسبة لاستخدامها جرب الوسيلة وتأكد من صلاحيتها للاستخدام وسلامة المادة التعليمية المعروضة بواسطتها إذا كنت تتوقع خطورة مرتبطة باستخدام الوسيلة تأكد من توفر عوامل الأمان إذا كان استخدام الوسيلة يتطلب خروج التلاميذ من المدرسة فراع قواعد الخروج والتحضير المناسب له قواعد عامة لاستخدام الوسائل والتكنولوجيا في التعليم هيئ المتعلمين في بداية العرض محدثاً تكيفاً مع الوسيلة التعليمية وذلك بالآتي تقديم فكرة عامة عن المدى التعليمية ومدى الاستفادة منها تقديم فكرة عامة عن الوسيلة المستخدمة بلغ المتعلمين عما سيقومون به من أنشطة تقومية بعد عرض الوسيلة التعليمية مثل تمارين واختبار وتقارير أو غيرها استخدم الوسيلة بثقة ولا تخشى أي عطل يترتب على ذلك إذا كان عرض الوسيلة يتطلب هدوءاً تاماً فعود المتعلمين على مهارة الإنصاط والاستماع ولا تطلب ذلك مباشرة وبالأمر استرجع الهدف من استخدام الوسيلة بين الحين والآخر خلال عرضها احرص على الجدية أثناء استخدامك للوسيلة التعليمية امنح المتعلم فرص المشاركة حسب نوع الوسيلة المستخدمة وأعلم أن هذا من حقوق الطالب في الموقف التعليمي شجع المتعلم على توجيه الاستفسارات في الوقت المناسب لزمن العرض ووفر الفرص الكافية للإجابة عليها إذا كان من متطلبات عرض الوسيلة أن يتعامل مع المتعلم مباشرة فكن قريباً منه إذا تطلب الأمر إعادة عرض الوسيلة بشكل جزئي فلا تضيق ذرعاً بذلك لأنه يخدم تعلم التلاميذ قواعد الانتهاء من الاستخدام احرص على إخفاء الوسيلة التعليمية بمجرد الانتهاء منها تأكد من تحقيق الوسيلة الموظفة للأهداف التعليمية بعد انتهاء الدرس ضع الوسيلة في المكان المخصص لحفظها وكذلك المادة التعليمية وإلى هنا نكون قد انتهينا من القواعد التي على أساسها يتم اختيار الوسيلة والقواعد التي يتم من خلالها استخدام الوسيلة والقواعد التي ننهي بها استخدام الوسيلة وشكراً